بشوية دقيق وما عملت حلوة رهيبة الضوب ذوبان في الفم بدون فرن بدون بيض طريقة جدا سهلة وبسيطة مكوناتها كلها متوفرة عندنا في البيت في البداية جبت وعاء وخليت في الوعاء ربع كوب من الماء الساخن ملعقة كبيرة من الزبدة بإمكاننا نعوض الزبدة بالزيت ملعقة كبيرة من السكر نصف ملعقة صغيرة من البيكن باودر وكوب من الدقيق خلطت المكونات جيدا بهذه الطريقة مثل ما شايفين ونبتدي نعجن شوية شوية إذا لاحظنا العجينة إنها ناشفة نزيد شوية ماء إذا لاحظنا العجينة إنها كثير تلتسق في اليد وما تحب تتعجن بكل سهولة نضيف شوية دقيق وهكذا لنتحصل من بعد العجين مدة خمس دقائق تحصلت على عجينة نفس هذه العجينة بالضبط غطيتها بورق نيلون ورح أخليها ترتاح على جنب لحتى أجهز الشيرة للشيرة جبت تنجرة خليت فيها كوب سكر ضفت عليه نصف كوب من الماء ضفت عليها معصرة ليمون ورح أخلي الشيرة على نارة تكون متوسطة وأغطيها بدون أي تحريك بدون أي مجهود وأخليها 10 دقائق لحتى تغلي الشيرة مدة 10 دقائق كاملة وبعد 10 دقائق الشيرة صارت جاهزة نضيف عليها ملعقة كبيرة من الفانيلا وتكون جاهزة ونطفي عليها وبعدين رح نفرغ الشيرة في وعاء كبير حتى تبرد معنا ونغطيها ونخليها على جانب لتحضير الحلوة مثل ما شفتوا العجينة بعد ما ارتاحت معنا على سطح العمل رح أرش شوي تنيشة ورح أجيب العجينة وافتحها بنفس الطريقة الموضحة في الفيديو رح افتحها باستخدام القلقال ضروري العجينة من تحت تكون رشين عليها ناشا ومن فوق حتى ما تلسق معنا وابتدي افتح العجينة شوي شوي بنفس هالي الطريقة مثل ما موضح في الفيديو بعد ما فتحت العجينة كلها مثل ما شايفين رح اكسفها ثلاث مرات بالطول بنفس هالي الطريقة بالضبط بعد ما اكسفتها ثلاث مرات بالطول نفس العملية ونرش شوي تنيشة على سطح العمل ونبتدي نفتح العجينة مرة ثانية بعد ما كسفناها ثلاث كسفات بالطول مثل ما شايفين طريقة جدا بسيطة وبعد ما فتحتها مرة ثانية رح اكسفها ثلاث كسفات بالعارض بعد ما كسفتها ثلاث كسفات بالعرض رح أرش شوي نيشة بنفس العملية ونبتدي نفتحها فوق النيشة شوي شوي بنفس هذه الطريقة بالضبط هذه الحلوة لا تأخذ منكم لا مجهود مكوناتها جدا بسيطة وحتى الوقت ما تأخذ منكم وقت وقتها جدا سريع نبتدي نفتح شوي شوي بنفس هذه الطريقة مثل ما مواضح في الفيديو بعد ما فتحناها رح ابتدي أقطعها على شكل مربعات صغيرة بنفس الطريقة المواضحة في الفيديو بإمكانكم أنتم تخلوها مستطيلات أو مصلفات التشكيلة اللي أنتم تحباها هنا مثل ما شايفين قطعتها إلى مربعات تكون صغيرة بنفس هذه الطريقة مثل ما شايفين وشوفوا لازم الصمك متاع العجينة يكون نفس هذا الصمك بالضبط ورح أواصل في عملية التقطيع رح أقطعها إلى مربعات يكونوا صغار بالطريقة هذه بعد ما قطعنا كل العجينة كل الحلوة رح أجيب الزيت أخليه في المقلاة وأخليه حتى يصخن في النار بعد ما سخل عندنا الزيت رح ابتدي أقلي حبات الحلوة بنفس الطريقة المواضحة في الفيديو مهم جدا بالملعقة بعد ما نخليهم في المقلاة نسكب عليها مزليت من فوق حتى ينتفخوا معنا بكل سهولة وهم في كرة الحالات رح ينتفخوا معنا لأن ضيفين في العجينة البيكن باودر فالبيكن باودر سريع رح يخلي إلا الحلوة تنتفخ معنا في المقلاة بكل سهولة مثل ما شايفين والحلوة صارت جاهزة معنا مباشرة نطلعها من المقلاة نخليها على جانب في صحن لا تخلوها مباشرة في الشيرة لا رح نخليها في صحن على جانب ونكمل نقلي باقي الكمية كلها بالطريقة هذه رح تنتفخ معكم وهي في المقلاة بكل سهولة مثل ما شايفين ونتاخذ اللون الذهب ينقلبها من الجهة الثانية ونطلعها وحلوتنا صارت جاهزة شوفوا ما شاء الله كيف أكثر من رائعة جدا سهلة وبسيطة يعني إذا تحبين تاكلوا شي حلو ما تحتاروا أبدا ومثل ما شايفين كل الكمية صارت جاهزة معنا الآن رح أجيب الشيرة وابتدي أدخل في الشيرة بالحبة بالحبة ما رح أدخلهم كلهم مع بعض حتى ما يتكسروا معي لأنهم هم هاشين ومقرمشين فإذا دخلتهم كلهم مع بعض في الشيرة ممكن يتكسروا معنا فنحنا رح ندخل بالحبة بالحبة نغمصها في الشيرة ومباشرة نطلعها بنفس الطريقة الموضحة في الفيديو ومثل ما شايفين وبعدين نخليهم مباشرة في صحن التقديم شوفوا ما شاء الله هذا الجميل أكثر من رائعين أنا رح أرش عليهم شوية لوز مفتت إذا أنتم عندكم لوز أو فلطق أو شي ممكن تزينوا به الحلوى ممكن تستخدموه وإذا مش متوفر ما لازم شوفوا ما شاء الله بشوية دقيق وشوية ماء عملنا أسهل وألظ حل وأتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم وإذا عجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة